كل الشعب المصري وسامو الطيبين كل سعروا حضركتا سبحانوه الدعوة الكريمة ويا رب يعود علينا وعليكم وعلى كل الشعب المصري بألف صحة وصعادة أنا بس اللي بخليه مستغربة إحنا بنزرع الخضار والفاكهة هنا في مصر إيه علاقة زيادة السعر في بقية الأسعار إن إحنا الخضار والفاكهة كمان سعرهم يزين بالحارب في أوكراني بالعكس ده إحنا بنصدر لأوكرانيا برطوان وبنصدر للخليج بورتقان والبرتقان المصري أغلى حاجة في الخليج أغلى من البرتقان الأسنين إحنا أكبر مصدر مولح في العالم وأكبر مصدر بورتقان في العالم وأكبر مصدر فاراولة مجفافة في العالم وإحنا أكبر منتجة تمور في العالم كل ده من خلال التوسع في المشاريع الزراعية يعني البورتقان المصري بذلك ده أطعم بورتقان في العالم وسعره برا مصر مش رخيص ليه هنا؟ عشان خاطر إحنا طبعا إحنا منتجين لهذا المنتج وإحنا طبعا لا بد يبقى سؤال محلي يعني أسعاره غير الأسواء الخارجية لكن إحنا خلينا نتكلم زي ما تفضل دكتور أب العزيز الزيادة التنفسية الخضر والفكهة والعوامل الجوية التغيرات من الخير بتشهدها مصر اللي لم تطرق على مصر منذ يعني إحنا التغيرات من خيرها عمرنا ما شفناه ده إحنا كنا بنسمع إيه الدنيا ربيع والجو بديع ولا فيه ربيع ولا فيه بديع ده إحنا زقعة تلجه إحنا شكاها من النهاردة ثلاثة خلاص كم يوم معه وبين يتبقى ربيع خلالنا بس نقول يمكن أنت تفضلت حضرتك قلت إن فيه أسعار لا لا بلا ده إحنا بنأكد إن فيه انخفاض في الأسعار بمعنى النهاردة إحنا لما نرجع لشهور سابقة هنلاقي إن فيه الأسعار الخضر وفكهة كانت أعلى مما هيعي عليه الآن بمعنى أنا عندي سلعة استراتيجية فيها سبات طب أنا هل السلعة دي أنا عندي مشكلة فيها لا طب أنا عندي أزمة طب أنا عندي ندرة في أي منتج لا طب أنا عندي بعض الممارسات الخاطئة دي نقدر نقول إن فيه بعض الممارسات الخاطئة من خلال الأسواق العشوائية نقيب الفلاحين قال إنه فيه سبب زيات الأسعار إنه فيه جشع واستغلال من بعض التجار أخي أخي التحدث الحاجة حسين أبو صدام هو يتحدث عن الأسواق العشوائية وإحنا كنا مع بعض في مداخل قبل كده وكنا تحدثنا على الأسواق العشوائية اللي هي السبب الرئيسي لعدم انضباط السوق وإحنا أكدنا على ده كغرف تجارية لأن ده ما بيتحسبش يعني متأسف ما معهوش سجل تجاري ولا بتقدر به على الشق التاني خلينا بس نرجع لربة المنزل وإن هي إزاي ثقافة للدخار وثقافة التخزين وإن إحنا نقدر إزاي نرشد زي نتدقر بعض المنتجات يعني أنا النهاردة التصنيع الزراعي تحدثت عن ده منذ سنوات طويلة قلت رجاءا الدولة لابد يكون لدينا منتج بديل بمعنى إيه؟ أنا عندي مثلا أحوال جوي عندي سقيع عندي حرارة جديدة بتقضي على بعض المحاصيل أو بتقلل معدلات الإنتاج يبقى لازم أن أنا عندي البديل للمنتج ما هو البديل؟ التصنيع الزراعي زي بطاطس نص مقلية زي صلصة زي مرباط زي عصاير كل ده بيعمل انضباط في السوق طيب الأسؤال العشوائية اللي احنا تحدثنا عنها منذ خليل دي سبب من أحد الأسباب لارتفاع بعض الأسعار طيب الدولة عملت إيه دلوقتي وده المهم اللي الموطن عايز يسمعه وإحنا جينا نرد عشان نقوله الدولة تحركت من أول ما حصلت بعض الممارسطات الخاطئة من قلة قليلة ما احنا بنقولش علوم تجار لأن التجار يحشر التجار مع الأبرار ويحشر التجار مع الفجار فالنهاردة اختر لنفسك انت تبقى مع مي عشان نبقى نكلم الشعب المصري والمواطن المصري يبقى فاهم اللي احنا بنقوله ده النهاردة التاجر الصادق هو اللي بي فعلا بيحافظ على أمن واستقرار بلده والمواطن ده هو المستهلك انا لو ما اشتغلتش على المستهلك هبيعلي مين المنتج ما انا مستهلك في الدواجة انا بيأخذ ظرفك لك انا مستهلك فكل حاجة تاني يعني معلش مع كامل احترام وتقديري النهاردة بعض الممارسطات الخاطئة دي احنا ضدها كاتحاد وحام مغرفة تجارية طيب النهاردة بنقول هل الدولة اتخذت بعض الإجرات نعم أولا الخدمة وطنية قوة المسلح مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الساد الرئيس مباشرة